اشتركوا في القناة سنتكلم عن تعريف الزاويتين المتبادلتين داخليا ثم تعريف زاويتين متناظرتين وكل هذا انطلاقا من مستقيمين سواء متوازين أو هي المتوازين وقاردعين لهما إذن في الفقرة الأولى إن شاء الله سنتعرف على الزاويتين المتبادلتين داخليا بالنسبة للزاويتين المتبادلتين داخليا سنرى أولا في هذا الشكل مستقيمين دي واحد ودي اثنان وقاطع لهما مستقيم L إذن هذا القاطع يحدد عليهما الزاويتين A-A-B و-A-B-F إذن لاحظوا معي جيدا هاتين الزاويتين يوجدان في جهتين مختلفتين بالنسبة للمستقيم L إذن سنسميهما زاويتين متبادلتين داخليا زاويتين متبادلتين داخليا لاحظوا جيدا فهما يوجدان في جهتين مختلفتين بالنسبة للمستقيم L إذن هنا تعرفنا على ما هما الزاويتين المتبادلتين داخليا ثم بعد ذلك سنزطرق إلى الزاويتين المتبادلتين لاحظوا معي في هذا الشكل أيضا لدينا D1 والD2 مستقيما و-L مستقيم قاطع لهما فهو دائما يحدد عليهم عدة زاوية من بينها الزاويتين E-A-B والزاوية F-B-C لاحظوا هتان الزاويتين يوجدان في نفس الجهة بالنسبة للمستقيم L نسميهما زاويتين متناظرتين زاويتين متناظرتين إذن الآن دائما نفرق بين الزاويتين المتناظرتين والزاويتين المتبادلتين داخليا إذن الآن سنتطرق إلى الخاصيات التي تتعلق بالزاويتين المتبادلتين داخليا والزاويتين المتناظرتين الخاصية الأولى الخاصية الأولى تقول إذا كان مستقيمان متوازيين فإنهما يحددان مع كل قاطع لهما زاويتين متبادلتين داخليا متقايستين إذن هنا لدينا شرط وهو أن المستقيمان دي والدي بريم متوازيين إذن إذا كان دي والدي بريم مستقيمين متوازيين فإن المستقيم آل القاطع لهما يحدد عليهم زاويتين متبادلتين داخليا متقايستين إذن لاحظوا مثلا في هذا الميزل لدينا هذه الزاوية قياسها 47 درجة إذن الزاوية المتبادلة معها كذلك قياسها يساوي 47 درجة إذن الشرط لخصيكون أثنانا وهو أن يكون دي والدي بريم مستقيمان متوازيين حين ذاك يكون لدينا الزاويتين المتبادلتين داخليين متقايستين إذن هذه الخاصية الأولى أو الخاصية التي تتعلق بالزاويتين المتبادلتين داخليا الآن سنرى الخاصية المتعلقة بالزاويتين المتناظرتين لاحظوا إذا كان لدينا مستقيمان متوازيين فإنهما يحددان مع كل قاطع لهما زاويتين متناظرتين متقايستين إذن هنا لدينا دي يوازي دي بريم و أل مستقيم قاطع لهما إذن فهو يحدد عليهم زاويتين متناظرتين كيف هما متقايستين إذن هذه الخاصية التانية فيما يخص متوازيين و قاطع إذن الآن بعد أن تطرخنا إلى الخاصيتين معا سنمر إلى تمرين تطبيقي نقوم فيه باستعمال هاتين الخاصيتين إذن التمرين هو كالآتي في الشكل الآتي المستقيمان دي والدي بريم متوازيين والدي مستقيم قاطع لهما بحيث هذه الزاوية قياسها سبعة وستون درجة إذن أحسم القياسات الآتية إكس وإجران والز و دي إذن هنا سنقوم باستعمال الخاصيتين الأخيرتين المتعلقتين بالزاويتين المتبادلتين داخليا والزاويتين المتناظرتين إذن هنا لدينا إكس يساوي سبعة وستون لماذا؟ لأنهما زاويتين لأنهما قياسها زاويتين متبادلتين داخليين والدي والدي متوازيين وكذلك وهنا لدينا إجراء يساوي مائة وثمانون ناقص سبعة وستون لأن إجراء مع سبعة وستون ومزاويتين متكاملتان متكاملتان يعني مجموع قياسه ما يساوي مائة وثمانون درجة إذن إجراء تساوي مائة وثلاثة عشر درجة إذن